حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أرسل مروان عبد الله بن عطبة إلى سبيعة بنت الحريث يسألها عما أفتاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة فثوقفية عنها في حجة الوداع وكان بديريا فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته فلقيها أبو السنابل يعني ابن بعككين حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت فقالا لها أربع على نفسك أو نحو هذا لعلك تريدين النكحة إنها أربعة أشهر وعشر من وفات زوجك قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت لهم قال أبو السنابل بن بعككين فقالا فقالا لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت حين وضعت حملك حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة قالا إن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة كتب إلى عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحريث يسألها عما أفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعمت أنها كانت تحت سعد بن خولة فذكر معناه حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبيه قال كتبت إلى عبد الله بن الأرقم آمره أن يدخل على سبيعة الأسلامية فيسألها عن شأنها قال فدخل عليها فذكر الحديث حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارف اللتيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسلامية فسألتها عن أمرها فقالت كنت وعند سعد بن خولة فثوق فيها عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت قالت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بن عبد الدار فتهيأت للنكاح قالت فدخل علي حموي وقد اختضبت وتهيأت فقال ماذا تريدين يا سبيعة قالت فقلت أريد أن أتزوج قال والله ملاكي من زوج حتى طعت الدين أربعة أشهر عشرا قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لي قد حلت فتزوجي ترجمة نانسي قنقر